فضيلة الشيخ أفقكم الله ما السبيل الأمثل في التوبة لمن ضيع الصلاة وعمل أعمالاً كفرية وأكل حقوق الناس وأموالهم وهو لا يستطيع ردها هل يسره الله يوم القيامة إذا تاب توبة نصوها؟ التوبة مقبولة في كل الأمور حتى في الشرك والكهر إذا تاب منه تقبل الله توبته وجميع الذنوب الله يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون والتوبة على قسمين توبة في حقوق الله فهذه الله جل وعلا يقبلها ويعفو عنه وتوبة عن حقوق المخلوقين فهذه لا بد من رد حقوق المخلوقين إليهم مع التوبة يرد المظالم إلى أهلها لا بد من هذا أو يطلب منهم المسامحة إذا كان لا يقدر يطلب منهم المسامحة المسامحة فإذا سمحوا له بها سقطت عنه نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة